تلاجة فرض لان المواصفات اللي بغيت لقيتهم في تلاجة ولكن لاكتهم في اللون والعرض اللي بغيت لانه بقى عندي هذا الفارغ هذا تلاجة اللي كانت عندي كانت تواصل الهاتف جيوراكين تخسر لي تسكت مهم هذه فيها الثلاثة ديال البلايس فيها بلاس الخضراء والفوكيل تحت بلاس للأكل الوسط والكونجيلاتور او الفريزر الفوق ثم سوف أعطي لكم تلاجة يوم خاص للتلاجة هذا نخرجه من الانترنت واحد الموقع يتباعوا فيه وانا كنتخليه كندير لهم كوبي كنتدير من واحد سيده كي يخرجهم ليه هو طبعا ندير لهم باش يلصفوا ولكن انا ما كنلصقهمش كنشدهم ونخليه معك باش نبدلهم باش يبقوا يلصقتهم اولا نخصوا لي التلاجة وثانيا سوف يضيعهم ونقوم بتلبيهم عندي الوان اشكال حسب المواقف وحسب المزاج كنحطنا هنا هذه السلطة نقدم فيها الفوص ونقدم فيها السرابت مناديل من الأكل والفرشيطات اللماص الكوياق الواشق الشوك والهادي السليلة ندير فيها أشياء الخاصة بالمطبخ المزاجة المختلفة ما هي المزاجة 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 نقص المزاجة شي اكتباتي اللي بصي تصار مذكرة تصار اللي بفتر نكتب بيوم على الكياس في الفريزر أو في الكونجولاتور والكولة هنحتاجها نصق بها شي حاجة في شي مذكرة اليوم سن نعبر موضوع خاص عن المذكرة لأنه عندي صفحة مع river بها المذكرة ومن ثم يقرر فيها استهلاك وكان شهر المواد هذا الاستهلاك السشار والاستهلاك العام إن شاء الله لديكم موضع خاص هذا الاتجاه هذا أو هذا الجهة فيها طبعا هذه كلها عودية الخبز أنا سنستعمل أغير الفبز الذي نستعمله هو الفطر يعني اليوم يمشي هذا الراديو كنشد فيه إدعاء ميد راديو أو سوا هذا الميكرو أوند قديم عندي سنبدل إن شاء الله و ستكونوا معي لكي سنبدلون أني سنشارك في مشترياتي سنجدد في المطبخ والخدمة في المطبخ كيف سنصلون هذا البلاتو في الميكرو كل ما أعرف أنا كنت تبصي الكوحر كنت أضعه لكي لا تبقى لكي لا تبقى شيئا لكي لا تخاف أن يتهرس هذا الروبو كي يهنيني في كل شيء حطه هنا لأنني كنستعمله بزاف والعود كندخله و نخرجه حطته هنا كي يهنيني بزاف 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 أنا المطبخ ديالي فيه ربعة متر وثمانين سنتين عشرين سنتين عشرة مشات حكة في الحيط عشرة مشات حكة و كبير بزاف كبير بزاف و لهذا ما نخليش حاجة فوق هذا البلاتو لأنه عندي المزل عندي الاسباس فاش ندير في البلاتو وبما أنه عندي مطبخ أخر في الصفح سوف نوري لكم بي يوم آخر مش اليومة و عندي بيت الخزين أو الباندري سوف نوري لكم هنا يوم واحدة نبدأ من هذه الشيئة هنا كنتم ندير هذه الماكينة القهوة ديارتها بما أني أنا منعشاق القهوة هذه الباطا ليس ضروري كنتم ندير في الفرماج لأنه لم يكن قليش الفرماج يكون في تلاجة هذا كي يقصح وهو خاص يكون أرطب للده الخبز كنتم نعي هذه ديال سباكيتي هذه الأخطرة يأتي فيها تمر لاشات يعني ما شيء ضروري كنتم ندير فيها أي شيء حاجة تفتح الباطا وهي ستسهلك في هذه الأسبوع كنتم نديرها هنا هذه فيها البطن وهذه فيها الويزة واليازير والسالمية أو الجنسي بطا لا أعرف اسمتها هذه فيها السكر كلاسي هذه الأشياء كنتم نديرها الفطور ثم ديرها سباكيتي هنا ديرها السمن سندة البلبولة والشيشة أو إبري بالشلحة إبري يمكن إبري كان المحمزة كان ليبباييت 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 والتحت هذه الشبكة كنت ندير فيها القصة والتي تقول ستفعل الطابلية المطبخة هذه القزينيرة إن شاء الله سنبدله ستشاركوا معي كيفية سنبدله كيفية نزيد الرخامة هنا سنحيط هذه سنحيطها إن شاء الله ستشاركوا معي هذه الأشغال إن شاء الله في فيديو هذا الفران بما أني لا نستعمله كنت نستعمل بقيت نضع فيه هذا الكيك حلوة الفرارح الفراشة الطاجين المقاري اللي نستعمل وهذه الفطر لقيتها فمرجان شطيتها و بصراحة نجمع كل شي كدري فيها كل شي وكدت هنا يسيح تختك وجمع يطيب حركة حيض يعني نطر يعني ما نططهوش بسط يلا هذي نمشو م